عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمناقشة الإجراءات التي من شأنها وضع صقف للاستثمارات العامة وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يهدف لتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة والتي تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024-2025 لكافة جهات الدولة والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة الصقف المالي المحدد بالقرار بتريليون جنيه قالت وزيرة التعاون الدولي أن النسخة الأولى من المنتدى السنوي للمثاق العالمي للأمم المتحدة تعكس شراكة الوثيقة والتعاون البناء بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة وخلال فعليات المنتدى السنوي الأول للمثاق العالمي للأمم المتحدة والذي يعقد تحت عنوان نحو إفريقيا المستدامة أوضحت الوزيرة أن هناك تمويلات تنموية بأكثر من 10.7 مليار دولار حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ 2020 وحتى الآن مضيفة أن منصة حافز تتيح أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية ومئة المناقصات والفرص التمويلية من شركاء التنمية للقطاع الخاص شاهد وزير البترول والثروط المعدنية طرق الملة انطلاق فعاليات المناورة العملية لمحاكاة مكافحة تلوث بحري بالمواد البترولية والتي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بميناء الحمر البترولي في مدينة العالمين الجديدة وأكد الملة أن صناعة البترول والغاز الطبعي لا تألو جهدا في تحقيق أعلى معايير التوافق البيئي وتدريب الكوادر البشرية على الأسليب والممارسات الحديثة في هذا المجال الحيوي وكذلك توفير المعدات والمهمات اللازمة استطعنا في فترة خيلة أننا يبقى عندنا شركات عالمية كبرى تأخذ مناطق امتياز للحفر والبحث والاستكشاف وكان منها على سبيل المثال شركة إكسون موبل والحقيقة هم يبتدوا يحفروا أول بئر استكشافي لهم قبل نهاية هذا العام واستعدادا لذلك طبعا وإحساس بالمسئولية المشتركة من ناحيتهم ومن ناحيتنا فيما يتعلق بالأعمال في البحر بدن المتوسط وكيف يمكن في حال وقوع أي تلوث للزيت في البحر يجب أن يكون يتعمل خطط للطوارئ وخطط لمكافحة هذا التلوث وإلى سوق المال حيث تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم وسط داولات بلغت أربعة وثمانية من عشر مليار جنيه حيث ربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى واحد وثمانمائة وأربعين من ألف تريليون جنيه وإلى مؤشرات البورصة حيث تراجع مؤشر إي جي إكس ثرتي بنسبة 32 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى سبعة وعشرين ألف ومائتين وثمانين وعشرين لقطة فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس سبنتي بنسبة خمسة وستين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى خمسة ألف وتسعمائة وخمس وعشرين لقطة وصعد مؤشر إي جي إكس وون هندرد بنسبة سبعة وعشرين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ثمانية ألف وخمسمائة وثمان وخمسين لقطة أكد صندوق النقد الدولي أن الإمارات تشهد نموا اقتصاديا قويا وتوقع الصندوق في أحدث تقرير بشأن توقعات الاقتصادية الإقليمية نمو الناتجة المحلية الإجمالية الحقيقي للإمارات بنحو أربعة بالمئة هذا العام بزيادة عن التقديرات السابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر